السلام عليكم خمس سنين مرت على خمس أشياء خمس أشياء هذا برنامج بثينا والحمد لله كلكم عجبتهم وشعبيتهم مرة انتشرت وعتبر واحد من أكثر البرامج الشعبيات والفقرات الشعبية عندنا في قناتنا عشان كذا قررنا أنا نجمع لكم كل الحلقات بدأت من حق الأولى اللي حق الأخير نزلناها على هيئة مواسم فرح نبدأ مع مواسم الأول اللي شوفونا الحين رح يكون مدته نص ساعة واتمنى يكون يجبكم واستمتعوا في الحلقة السلام عليكم ورحمة وبركاته وكيف حلقكم شباب مرحب فيكم في برنامج خمس أشياء طبعاً كل الحلقة رح يكون فيه خمس أشياء مختلفة ما في ترتيب معينة ما في أول ثاني ثالث خمس أشياء مختلفة في ألعاب معينة السبوح هذا رح تكون متل جير يعني نطلع لكم خمش أطحات في لعبة متل جير أو سلسلة ألعاب متل جير يلا خلونا ميريل ميريل يا مرحب وحبا في مرحب أنني ميريل تلاحب مرحب مالذي مصر مرحب مرحب مالذي لم يكن موأ لا أعتقد انكم رؤيتا أنكم من أشخاص جيد مثال حسناً أرباح وتضعه في البورت الثاني وعند تضعه لدى تركيز الناس في متأل جزال خامس لو استخدمت المسدس المخدر على شخصية أسولات أكثر من مرة سوف يبدأ تهلوس من أفسه ويتكلم ويقول شيئ غريبة مثلاً يقول لك 2x2 يفعل 5 ويبدأ يتكلم نصف كلام ياباني ونصف كلام انجليزي في متأل جزال خامس سيطلب منك أوتاكون أنك تبدل إلى الأسلوات الثانية طبعاً بعد ذلك فجر بيقل لحظة في المستخدم يجب أن تتحرك بلوري و تقنية دول لير يعني لا يحتاج أن نبدل يبدأ هايط عليك طبعاً هو يستهبل و يطنز على سالفة البلايسيشون 1 كان لازم تبدل من السيدي الأول ل السيدي الثاني في العبت متال جيرجز الأول في متال جيرجز الثاني كان بلراح يبدأ يقول أشياء غريبة عجيبة مثلاً يقول لك أن طفي الجهاز الحين وقف لعب و يقول لك أنت ليش قعد تلعب طول الوقت ما عندك شي ثاني تسويه و حتى برضو حبيبتها روزماري تدخل و تقول لك أنه بعد عن الشاشة اللي تقرب كثير حينك تعورك و تبدأ شي غريبة تجي تجيك مقاطع من الجزء الأول و تجيك مقاطع من أيام صخر و فجأة كامبل يجي التصويره من وراء يعني حاجات غريبة لحسة مقر ياطيكم العافية يا شباب إن شاء الله عجبتكم الحلقة و إنتم بعض تقرون و شاركون تحت في الكومتس اكتبوه عطونا أي خمس أشياء من الألعاب سلسلة متالجير أي شطحات يعني خمس أشياء منهم اكتبوه تحت مع السلام السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و كيف حافكم شباب اليوم معنا خمس أشياء و هنقول خمس أجهزة ألعاب كمبيوتر ما أمركم سمعتوا فيها دعونا نبدأ أبل بانداي بيبن صدر في عام 1995 بتعاون من شركة بانداي مع أبل المعروفة و فكرة الجهاز كان تعتمد على تقديم حاسب شخصي رخيص الثمن و ميزت أنه كان يشغل سيديات و في اليابان كان لاتسئل اسم ثاني بيبن آت مارك أما في أمريكا وأوروبا كان اسمه بانداي بيبن آت وورد و صدر عليه ثمانين لعبة في اليابان و ثمانتاشر لعبة في أمريكا بي اس اكس صدر عام 2003 من شركة سوني و كان عبارة عن جهاز بلاي سيش انتو مدموج في مسجل برامج تلفزيونية و سعره كان مرتبع جدا حوالي ثمانمائة دولار بلاي دية صدر عام 1994 من شركة بانداي و كانت فكرة الأساسية أنه يدعم الألعاب المبنية على الأنيمي و المانغا و العابة موصلت إلى 35 لعبة ساتيليت فيو صدر عام 1995 و كان محاولة من التندو أنه تطور عمر جهاز السوبر فامكم و كان عبارة عن جهاز ملحق يستقبل بعض القناة الفضائية محطات الراديو عن طريق الأقمار الصناعية و حصل على مجموعة ألعاب حصرية عبارة عن حلقات أسبوعية سيقا نوماد صدر عام 1995 من شركة سيقا و كان عبارة عن نسخة محمولة من جهاز الميغا درايف و يستخدم فيه 6 بطريات من نوع دبل اي و استخدمتها الشركة الطيرانية البانية لترفيه في رحلاتها لكن كان يستهلك البطريات بشكل سريع و فشل و مثل ما شفتوا هذه الخمس أشياء و هنقول الخمس أجزاء اللي ما سمعتم عنها او يمكن بعضكم سمعتوا واحد اثنين منها بس ما اعتقدت كلها عطونا اقتراحاتكم حق أفكار ثانية الخمس أشياء ثانية حق يعني مواضيع ثانية تمونا نشارككم فيها و شاركوا بعد تحت في الكومنت ايش الخمس أجزاء الثانية اللي تعرفونها انتم و حنا من عرفها السلام عليكم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و كيف حالكم شباب مرحب بكم في حلقة جديدة من خمس أشياء الخمس أشياء اللي معانا اليوم أسوأ أنتم الألعاب اللي ودك تمسك الكنترول تفقحها بالجدار و تلعبها في التاريخ ما غير يا طالة خلنا نبدأ يلا بيغ ريغز أوف ذا رود رايسنج هي من تطوير شركة ستيلر ستون وهي لعبة سيارات مثل ما تشوفون بس المصيبة انها اصدرت عام 2003 يعني الرسوم هذي اصدرت 2003 و يعني وش كان يحسون فيه لما قرطسوا اللعبة و باعوها اللعبة سيئة جدا ما هي فيزيائية و سيارة تعلق عليك و حين تدخل جبل يعني قلق لا تشترونها و بعدوا عنها اي تي نزلت عام 1982 على الجهاز اتاري 2600 و كانت متطوير شركة اتاري نفسها و طبعا كانت مبنية على الفيلم الشهير اللي أخذ مبيعات عالية اللعبة كانت عبارة عن لعبة مغامرات برسوم سيئة جدا تمشي من شاشة الثانية و تحاول دوره على قطع التليفون عشان اي تي يكلم بيتها أو كولزهم طبعا اللعبة ما بعد شيء لدرجة انه اتاري اخذت ملايين من النسخ اللي ما بعتها و دفنتها في صحراء في نيو مكسيكو سونيك ذهيج هوك 2006 نزلت هذه طبعا سنة 2006 من تطوير سونيك تيم المفروض تكون هذه قفزة سونيك للجيل جديد وقتها لكن للأسف اللعبة كانت مليانة و عيوب كثيرة مثل احيانا تعلق مكانك و حين تطلع بار الخريطة و تموت واشياء متخلفة كثيرة تخليك اللعبة شبه مستحيلة تخلصها لانك بتكسرها قبل المتعدل المرحلة الثانية سوبرمان 64 نزلت على الجهاز 64 طبعا من اسمها عام 1999 من تطوير شركة تيتوس و كانت عبارة لعبة مغامرات و بلاد فورمر بس في الواقع اللعبة كانت عبارة عن مرحلة تدريب في التحليق شبه مستحيلة و لما تخلص المرحلة طبعا بعد ما تطلع روحك رح تجيك مرحلة ثانية انقاذ شخص من سيارة انفجر و تتكرر هذه عمدر 14 مرحلة ام تقدر 14 مرحلة و لا تعد نفس الشي ابعدوا عنها بابزي ثري دي صدرت عام 1996 من تطوير شركة ايديتيك وهي عبارة عن لعبة مغامرات بلاد فورمر وتعتبر جزء الثالث من سلسلة بابزي اللي صدرت على السم لتندو والميك درايب اللعبة مثل ما تشوفون رسومها جدا سيئة عبارة عن مضلعات و خربيط مالها معنى المفوضة ان الهدف منها انك تجمع الخربيط هذه و تخلص المرحلة ترى مجد ما ادري وش الهدف منها كيف تفوز وش السالفة مدري الزبدة اللعبة مخيصة و لاحد يشتريها و يفكر ألعبها ماعش بس تطوينت طوينت انت شفتوا الألعاب كل واحد اذب المثاري واحد اش بيطلع منه لما يقارب يلعبها المصيبة انا في لعبة انا شاريتها كوبي بعدين ماعبتني و شاريتها أصلي ولعبتها بس لماذكني خلصتها بابزي ثري دي تم ساتقين هذه الزبالة، أنا شرعتها أصلي ولعبتها لا، ولي قهرك بعد سوبرمان يعني طبعا البرنامجي هذا مو بـ Top 5 بس لو كان Top 5 راح تكون هذي نمبر ون أسوأ لعبة في التاريخ لعبتها في حياتي من خلصتها يا الله، المهم إن شاء الله تكون حلقة عجبتكم إن شاء الله تكون سفدتوا عندكم ألعاب ثاني ما عرفه أنا كتب ليها تحت بالكومنت و لو عندكم أفكار ثاني يبقى عن خمس أشياء ثانية تبوني سعرضكم إياه كتبوا بالكومنت ياه يبيلي طب نفسي ولا شي بخلي باندول مع السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حلقة وشباب؟ مرحبا فيكم الحلقة جيدة في خمس أشياء طبعا الخمس أشياء اللي رحتك على عمانها اليوم اللي هي خمس ألعاب أو خنقل خمس مرات ظهر فيها شخصية كلاود من المهمة Final Fantasy 7 في لعبة ما كانت بالفانتسي، طعا زي ما هو مكتوب تحت مغير طالة خلنبدأ أهلي جايز، صدرت عام 1998 وكانت من تطوير دريم فاكتري اللعبة كانت عبارة عن قتال ثلاث الأبعاد شبيه بلعبة تيكن لكن ضبوا فيها عنصر ركض الحر والصنديق واشياء كثيرة كلاود موجود من بداية اللعبة، ما يسجد طلعه ومعه بعد تيفا وسفراث Final Fantasy This Dia صدرت عام 2008 وكانت من تطوير شركة سكوير إنكس وكانت عبارة عن لعبة قتال تجمع فيها شخصيات رئيسية من ألعاب فاينل فانتسي يعني قريبة فكرتها من ألعاب سوبرزماش بسطريقة اللعب تختلف بحيث أن الشخصيات تقدر تطير في الهواء تستخدم حركاتها المتميزة وضربات القاضية وطبعا أحد الشخصيات هو كلاود Final Fantasy Tactics صدرت عام 1997 من تطوير شركة سكوير وكانت عبارة عن لعبة RPG ووضفت بعد جديد بأن القتال فيه كان بسلوب التكتيك وشخصيات كلاود كانت سرية وعشان تطلعه لازم تسوي قصات خاصة في القصة حقته فعلا كانت ممتعة Kingdom Hearts صدرت عام 2002 من تطوير سكوير إنكس وجوبيتر وهانت وكانت عبارة عن لعبة أكشن RPG تضم شخصيات ديزني مع فان الفانسي في قصة ملحمية كلاود موجود فيها كمساعد بس ما تقدر تختاره وتلعب فيه وأيضا تقدر تتبار ضده في طور الحلبات Super Smash Wii U صدرت عام 2014 من تطوير سورة ونمكو بانداي وتعتبر الجزء الرابع في السلسلة وهي عبارة عن لعبة قتال حرب مع بلاتفورم أربع لاعبين بنفس الوقت ونيتندو دايريكت أعلن عن إضافة شخصيات كلاود كلاعب أساسي في اللعبة وراح تكون أول لعبة مو من تطوير أو نشر سكوير أو سكوير إنكس يكون فيها كلاود سرايف ومثل ما شفتوا هذه كانت الخمس مرات وإذا طلعت فيها شخصيات كلاود في لعبة مكانة مالفانتسي 7 إذا كانت في ألعاب ثاني تعرفونا أو في نقول شخصيات مالفانتسي ما كانت موجود في ألعابها في طاعة ألعاب ثانية اكتبوها تحت بالكومنت وإذا لديك مكتراحات حق حلقة ثانية وحق خمس أشياء اكتبوها بالكومنت بعد وإذا عجبتكم الحلقة سووا لايك وسبسكرايب بـ تويتر لا هنتوا سووا لنا لايك الحين أنا ما في فيبرت صار في لايك سووا لنا لايك وسووا لنا ريتويت نحتاج ريتويت وتحتاجون ريتويت وكلنا تحتاجوا ريتويت شيء حلو يخلينا حننا يعني نطلع أحسن نعطيكم مشاره هيبة زي هذه مع السلام السلام عليكم ورحمة وبركاته كيف حلقة شاب مرحب بكم في حلقة جديدة من خمس أشياء حلقة اليوم صراحة بتكون صدمة لكم وكان صدمة لي وأنا قاعد نسوي الحلقة خمس ألعاب من أفلام كرتون نعرفها كلنا نحبها ما كنا نعرف لها ألعاب من الأساس جبت لكم خمس ألعاب لها و رح تنصدمون لكم متأكد ما كنت تعرفون لش الألعاب هذي أو يكون ما بكم يعرف بعضها بس الغالب متأكد ان راح بيصدم ان كانت كرتون هذا لها لعبة ما غيري طالة خلنا نبدأ يلا الماسة الزرقاء صدرت على الجهازة بلاستيشن وكانت عبارة لعبة نوفل يعني قصة تمشي انت الضغط اكس لان يفرجها ربك مخيسة ما في هكشن مع المسلسل كمال يا ناكشن عد نانو لينا صدرت على البلاستيشن 2 وهي لعبة مغامرات فيها تسلق واستكشاف والحلو فيها انها تعطيك جو المسلسل وخاصة الموسيقى اسمعوا كيف شفتوا كيف ذكرت الكرتون او يامو الطيبين الصياد الصغير صدرت على جهاز الام اس اكس 2 اللي هو الصخر الياباني رسومها كانت بدائية بس اللعبة فعلا لعبة تصيد سمك يعني فيه تحديات وتوقع لازم تكون فيه ذيك السمك المضيئة اللي فحها طرامي عشان صيدها ولا ذكريات رهيبة اسلام دنك نزلت نسخ كثير على اجزاء مختلفة بس نسخة سوبر نتندو كانت الاحسر انا اتكلم طبعا من تجربتي الخاصة ووقتها كنت حلل ام ام اللعبة بس ما عرفوا شو اسلام دنك ومنذ هذا اللي قاعد العب فيه وشو سالفه بس لعبة كانت وناس تذكرني فالعاب كفتم ماجد ايام الطيبين الرهيبة تذكرون هذا؟ ماتي ماتي وماتي طيب هذا انزين هذا شفتوا هذول كلهم موجدين في لعبة واحدة عبارة عن قتال استراتيجي بين سلاسل روبوتات تعتبر من اشهر العاب ينزل لها كل جزء كل سنة ينزلها الجديد على مختلف الأجزاء باقي بس يحطون جونجر ويكمل خلص وهذه كانت الخمس كاراتين اللي لها العاب ومتكن انكم لا تعرفون عنها انا صراحة انا كنت تسوي البحث عشانها انصدمت انا متكن انكم انصدمتم وانت اذا ما انصدمت ليش ما تنصدم؟ انا اروح اتعب نفسي والعب العاب يابانية ما اتعلم شي فيها واكتب اليوم اشتررت لكم انا انا اتعب نفسي اكتب ليش اتبان برنامج؟ شوفوا ما ينصد انا صدمني اهلا اهلا بكم حلقة الجيدة من خمس اشياء اليوم رح تكلم لكم عن خمس ايادي تحكم او كنترولر او غيرز غريبة وعجيبة يعني طالحة تقول جدهم ذالي سوذا ما غير طالحة خلنبدأ يلا رزن تيفل تشينسو اليد هذي انزلت مع الكوليكتر اديشن لعبة رزن تيفل فور وماذا تشوفون شكلها صارك انها تشينسو ملطق بالدم رهيب تقدني بس لكن انك تلعب فيه وبعدين يعني ما تلعب فيها بتكتشف انها ابدا ما هو عملية وصعبة ومو مريحة من الاساس يعني سيغا فيشنغروت نزلت الصنارة هذي على الجهاز الدريمكاس وجات ما لعبت سيغا باس فيشنغ فكرة الصنارة انك تصطاد السمك بحيث انك تسحب الصنارة وتلفها انك تصطاد فعلا بصنارة حقيقية الرهيب فيها هذي انا كانت عنديها صراحة وجربتها مرة كانت ممتعة لدرجة انه حتى في بعض السمكات لما يعندونك يعني يسحبون تحس انه قاعد يسحبون عليك انه انه ثقيلة تصرص النارة يا رب ان يجبون هذي الفكرة على الاجسة الجديدة سيغا اكتيفيتر اكتيفيتر سيغا اكتيفيتر اوه هذا عاد سالفة سالفة فكرة انك تحط حلقة تحتك وتدخل داخلها وتقعد تدبج الهواء بيدينك ورجلينك وتكون مشبوك على الجهاز السيغا ميكا درايف المفروض ان اللاعب اللي داخل اللعبة يضرب رجلينه ويدينه مثل ما انسوي طبعا بس خربيط انا ذكرني شريتها ووقتها ولعبتها وجربتها كسرت المزهرية جراحت رجولي وتعاقبت يعني اش يسوي رجولي اطوال موسيقى اللي تسمونه اللي تابغون طبعا كانت عجيب انا استغرطت ومتحكد انكم استغربتم مثلي اذا فيه اشياء ثانية مثل انا ما عرف عنها اكتبوه تحت في الكومنت وشوك مرة ثانية مع السلامة كما معكم فات الشيحة السلام عليكم من يوم ما عرفنا الالعاب واحنا نشوف السعودية في العاب الكورة خصوصا لما كان منتخبنا يسوي لكن السعودية ظهرت في العاب ثانية بمناسبات عدة خلونا نوريكم خمسة من عبرزها اللعبة الاولى كانت وكان فيها مرحلة قابلة للتحميل كاضافة اسمها مودن اويسس او الواحة الحديثة وكانت عبارة عن مرحلة داخل السعودية بوسط ناطحات السعب لعبة الكابتن ماجد ا نيو لجند طبعا بالدبلجة العربية للكابتن ماجد كانوا لعبين علينا ومسمين منتخب اليابان المنتخب العربي في الواقع المنتخب الياباني كانت السعودية من اقوى الخصوم لهم وكان فيه شخصيات رهيبة زي مارك العويران وشخصيته بشكل واضح مبنية على اللاعب الشهير سعيد العويران وكان يعتبر في الانمي واللعبة عبقى لي تكتيكي وعنده حركات رهيبة مثل حركة الكعب هذه وايضا التسديد القوية من الالعاب الحديثة بيون تو سولز وكان فيها مرحلة في السفارة السعودية ونقدر نشوف هذا اللي شكله سعادة الوزير اللي لا بصفوطه على رأسه وايضا اخويا اللي هذا والله ما زين نرجع لسلسلة تيكن وهالمرة جلس السابع القادم في الطريق وفيه شخصية سعودية اسمها شاهين صحيح لبسه غريب ويتكلم كأنه مثلسل مدبلج لكن ما في شك انه حركاته رهيبة مرة مثل سلغ 2 كانت لعبة نيوجو من ايام الطيبين المرحلة الاولى في اللعبة كانت في السعودية وكان فيه اشياء ضحك في المرحلة مثل بنك بلا شغل او نشوف لافتة مكتوب عليها مطعم تسمم غذائي وصحيح انهم سوين السعودية كأنها لعبت على الدين لكن ما حد ينكر ان ركوب جمل يطلق ليزر وصواريخ كان شي رهيب مرة يعطيكم العافية على المتابعة وبترككم في اللقطة الاخيرة مع شي يفقع ضحك بشوف مين منكم يقدر اكتشفى بنفسه مع السلامة موسيقى القراصة موجودين من زمان في البر في الموية كل مكان موجودين من زمان ما يعمل العام فلونا نشوف خمس العام حاربت القراصة بذكا موسيقى 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 وبعدين فجأة تتغير اللغة معاك وفي مفتاح ما رح يطلع لك عشان تخلص المرحلة يعني انسى تخلص اللعبة أما اللعبة الثانية هي سيريوس سام 3 عاد هذي اللعبة المطورين ما سوى ولا شيء في المراحلة للعبة وقللك تلعبها عادي بس كلا سوى انه خلوا وحش عقرب لونه وردي يلحك من أول المرحلة ويدبتش يدبتش كلين تموت وما تكتلها وسريع يعني المطور يقول لك في أمك خير خلص اللعبة أما لعبتنا الثالثة هي باتمان أركم أسايلم كلين اللعبتنا المطورين انهم شالوا خاصية التحليق عند باتمان وطبعا مغير التحليق ما يمديك تروح للمراحل ثانية لأن أغلب المراحل بتكون عالية ولازم تروح لها وبالتالي ما في أمال تخلص اللعبة أما لعبتنا الرابعة هي لعبة كرايسس صراحة شي ضحك كلين اللعبتنا المطورين هنا خلوا كل أسلحتك تطلق دجاج مدري بط مدري ذالشي اللي قاعد يطلقوا الحين طبعا ما في أمال تقدر تكتل أي أحد في اللعبة لأنك تطق عليه دجاج ما رح يموت وطبعا بديت صعوبتها وما تقدر تخلصها أما لعبتنا الأخيرة هي لعبة الأربجي المشهورة Earthbound عد هذه صراحة تبرها قوية وتعور القلب المطورين يخلي وحوش أكثر يطلعوا لك ويكون أقوياء بس المصيبة مهنة المصيبة لو أنك حاولت طرق مستحيلة أنك تعدد للوحوش ووسط القتال لقبل الوحش الأخير بتهنق عليك اللعبة وتعيد تشغيل نفسها بحثين بتكتشف أن تخزينتك المسحت يعني 60 ساعة راح أتب ثواري وهذه كانت حلقتنا اليوم من برنامج خمس أشياء إن شاء الله تكونوا استمتعتوا إن شاء الله كونوا استفدتوا وإذا عجبتكم الحلقة لا تحرمونا من اللايك الله يعافيكم والسبسكرايب لأن إذا أنتم سوتونا لأك كثير وعطتونا سبسكرايب أكثر راح نقدر نصلكم محتوى رهيب زي كذا كما معكم فاد الشيحة ونشوفكم مرة ثاني فيديو آخر على قناة ترو جايمينغ مع السلامة بردقا طبعاً أول ما قد كده كل واحد قام يفكر بكراش صح أو لا وتعرفون إن أصلا بردقا أقول لكم خلق لكم ذي الحلقة خمس أشياء عن كراش ما كنت تعرفونها خلنبدأ اسمه كان المفروض يكون ويليومبوت أو ويز أو ويزي لكن نوتي دوغ هددوا إنهم بيتركون المشروع لو ما سموه كراش بانديكوت وسبب تسميته كراش لأنه كان يكسر صناديك أو يصدم فيها السبب اللي خلى كراش ما يتكلم لأن المطورين في ذاك الوقت قالوا إن الشخصيات اللي تتكلم مملة وتخرب الشخصية فعش كذا قررنا ما يعطونا صوت لما كراش يأخذ القناع كل الناس يحسبونا يقول بردقا حتى أنا كنت أحسبها بعد يقول بردقا لغة أفريقية ولا شي بس طلع لنا يقول بادي قارد يعني حارس شخصي بس يقولها بسرعة بادي قارد شيء زي كده في لعبة كراش بانديكوت واربت اللي هو الجزء الثالث كان كراش عنده ثلاثين ألف إطار رسوم حركي والمنطورين قالوا إنه يعتبر أكثر شخصية عنده هذا العدد من إطارات في ذاك الوقت السبب اللي خلى نوتي دوغ ما يحطون رقبة لكراش لأنه بيكون في مضلعات أكثر والباستيشن ما رح يتحمل أن يشغلها يعني لو كان في رقبة كان لما يتحرك يمين يصار يحتاج مضلعات أكثر أن يستخدمها وهذه كانت الخمسة أشياء عن لعبة كراش بانديكوت إن شاء تكون استمتعتوا إن شاء تكون استفدتوا أعجبكم فيديو عطونا لايك لا تبخلون علينا وسووا سبسكرايب عشان تجيكم أشياء رهيبة زي كذا الفيديوهات هذه كما كن في هذا الشيحة أشوفكم مرة ثاني فيديو آخر على قناة ترو جيمينج مع السلامة والله ذكريات اللعبة ذي أوه هلا والله كيف حالكم اليوم أجيب لكم خمس ألعاب تقطق عليكم إذا اخترتوا المود السهل أو الإيزي مود خل نبدأ أي فاشل ياخل اللعبة صعبة لا تصرف كراش بانديكوت 2 راث أوف كورتكس إذا مت أكثر من خمس مرات اللعبة بتصير تقط عليه قناع الأكو أكو أو البردوقة وإذا ظليت تموت كل شوي حتى مع القناع اللعبة بتتحول أقرب صندوق لك إلى تشيك بوينت عشان ما تعيد من الأول كأن اللعبة تفشت منك وقالت لك أخلص علينا خلص المرحلة توستد ميتل 2 لما تختار المستوى السهل وتبدأ اللعبة اللعبة بتنتهي لما تفوز على الزعيم الأول وبعدين بيصفقون اللوحة قدام جبهتك مكتوب فيها غير مسموح الخاسرين يعني كأن اللعبة قاعد تقول لك ضف وجهك يا نوب راح ألعب مستوى أصعب أو حتى العادي لما تكون في شاشة اختيار الصعوبة راح تلاحظ شكل الشخصية يصير أشرص كل ما تزيد الصعوبة لكن لما تختار أسهل صعوبة بتلقى شكله تحول إلى طفل وجالس يمص مصاصة ومكتوب ممكن ألعب يا بابا كأن اللعبة جازة تقول لك لو اخترت الصعوبة هذه ترك بزر ونوب نينجا غايدن بلاك لو مت أكثب ممرة بيجيك خيار يقول لك هل تريدو أن تتركوا طريقه النينجا؟ وإذا اخترت نعم بتصير اللعبة أسهل لكن بيكون عليك أنك تلبس هذه المدري وش اسمها على يدك الوردية طول اللعبة والبنت اللي معاك كل شيء بتطقطق عليك مثلا تقول أوه أنت الماستر هايوبوسا عفوا أقصد النوب المدلة لهايوبوسا يعني شو بيكون وضعك؟ متل جير سوليد 5 لو فشلت في همات كثيرة أو مت كثير باللعبة بتسألك هل ودك نخلي اللعبة لك أسهل؟ وإذا وفقت رح يزيد الوقت لخلي الأعداء ما يشفونك لكن رح تضطر تلبس خوضة دجاجة على راسك طول اللعبة وما تقرت في صخة وهذه كانت الألعاب في الحلقة علمونا لو تعرفون ألعاب ثانية حنما ذكرناها واكتبوها تحت في الديسكريبشن ولا تنسوا اللايك لو عجبتكم الحلقة وتشتركون في القناة عشان تجيكم فيديوهات رهيبة مثل هذه أول بول كان معكم فاد الشيحة ونجيكم مرة ثانية فيديو ثاني على قناة ترو جيميك مع السلامة السلام عليكم وكيف حالكم يا راهبين كثير من الناس طلبوا أن نحن نسوي جزء ثاني الخمس ألعاب حاربت القراصنة بذكاء عشان كذا تفضلوا هذا الجزء الثاني من خمس ألعاب حاربت القراصنة بذكاء دارك سولز قبل ما تصدر اللعبة في اليابان قدروا ناس يحصلون على نسخ مهربة وشركة فرام سوفتوير عاقبتهم أول ما يدخلون اللعبة يمشون فيها شوي يطلعهم فوج كبير جدا من الفانتوم الأحمر ويعتبر هذا الفانتوم أحمر شيء جدا صعب ولفلا مرة عالي وبعدين يضربهم ضربا مبرحا حتى يستغيثوا يعني جلد في جلد فيهم خير خلصوا اللعبة ما يقدرون كوانتوم بريك إذا لعبت اللعبة قبل إصدارها رسمي أو حاولت لعبها من غير ما تشبك أونلاين في الأكس بوكس لايف بيكون على وجه خصيتك هذه حقية القراصنة ويكون عليها جمجمة ما رح تشغل منك طول اللعبة ما رح تأثر في لعبك كثير بس رح بتذكرك أن أنت قرصان وما تسعى على وجهك وما شارك اللعبة ميرور إيج كل مطورين سواوا هنا أن خلوا الشخصية تبطأ سرعتها من نفسها لما تكون تركض متجه المكان تنقذ منها وبالتالي ما في أمل تنقذ منها المكان وانقع في المكان هذا ما يندك تلعب اللعبة جراند ثفت أوتو فور أو جي تي اي فور بعد ما تلعب اللعبة لمدة دقائق رح تبدأ الكاميرا تتحرك وتهتز وتعطيك حساس بالغثيان والصداع يعني لو تبي تختمها يبيلك اشتراك سنة من حبوب البندول والله صراح صداع اللي بيلعبها الله يعينه غاريز مود هذه اللعبة موجودة فقط في ستيم وصراحة جامد الفكرة اللي سواها لو حاولت شغل اللعبة بيطلع لك إرر مكتوب فيه وبعدين بيكون جنبك كوت فواحد سأل المطورين عن هذا الارر وقال لها الارر هذا وش يسوي فيه يعني يطلع لي وما قدر نلعب اللعبة وقال لها هذا الارر خربيط ما يعني شيء والكود اللي جنبه هذا حسابك يا حبيبي في ستيم وصكو بان على جبته يعني كأنه قدم رأسه على صينية من فضة وهذا كان الفيديو حق خمس ألعاب أخرى حاربت القراسنة بذكاء قلوا لنا شراكم فيه وهذا العجبكم وإيش الألعاب اللي تحسونها من جد لو لعبتوها بيجيكم جنون منها كما كنف هذا الشي حنشوكم مرة ثانية بدي ثانية على قناة ترو جيميك مع السلامة السلام عليكم كيف حالكم يا راهبين معرض إثري على الأبواب ما بقى الأسبوع عليه واليوم رح وريكم خمس لحظات محرجة حتى النخاع كانت فيه موسيقى قدمتها قادمة موسيقى كل人 افعله معي موسيقى 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 كل شيء كان في الحدث كان يكون صدمة او شيء مضحك مثل اول ما اعلن عن سعر بلاي سيشن 3 الغالي حوالي 600 دولار الناس انصدموا لو مكازي هرا يتحمس وقال اسم رينج رايسر يعني حني في سوق اللعبة بقوة ومعارف شلون لا لا واكثر شيء بعد لما كان يستعرضون ديمو حق لعبة قنجي والاستعرضها قال ان اللعبة مستوحاة من الاشياء كثيرة من التاريخ الياباني وفجأة طلع على سلطعون ظخم ام حق تاريخ وش اللي في سلطعون ظخم مؤتمر نتندو 2008 المؤتمر كان كله مسخرة وستعراض العاب ومتجاج الناس مات بيها اصلا مثل لعبة هذه وي رزورت الي الناس كثير اصحبوا عليها ومثل لعبة استعراض لعبة الطبل الي جابه واحد محترف حق طول بشكلها تحمس بزيادة وشكلك هم مسخرة بالله شو 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 شكله شو شكله لا وفي بعد وي ميوزيك الي كانت ممن الدرجة شيكيرو ماياموتو شكله طفشانه يجربها يعني مدى كانت تفكر فيه نتندو جيمي كيندي في مؤتمر اكتفجن جيمي كيندي في مؤتمر اكتفجن شركة اكتفجن فكرت انه سوى شي كويس لما جابه ضيف كوميدي عشان يقدم المؤتمر لكن الاسف طلع سخيف لأبعد الحدود وما يضحك الدرجة انقال نكتا وواحد من الضيوف كان بريطاني قلبها عليه كنت أتأكد ان افعل كل مؤتمر كما اوزي اوزبورن بالتأكد انت تفعل ذلك لا 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 منافس فقط قلب لا يمر مدف haft وارد انه لا افعل لا افعل انه مدف 16 اين снимم انه صحيح لا يتم رقم من النزو كانون يستطيع اضحى انك يzte كلها او ا founder millett اشتركوا في القناة 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 شكرا ما السلام